أهلا بكم وتقارير جديد من تقاريرنا اليومية بشأن تطورات فيروس كورونا بدولة إيطاليا بالنسبة لأعداد اليوم 28 مايو لعام 2020 فأعداد الوفيات تسجل 70 حالة وأقل من 500 حالة موجودين في العناية المركزة في إيطاليا تنخفض أعداد المصابين الفعليين الموجودين في الوقت الحالي لأقل من 50 ألف مصاب والعديد من الكشف المسحي واليوم يوجد حوالي 600 مصاب جديد وثلسيهم من إقليم لومبردية ولا توجد أي حالات وفاة في كل من ومن الأخبار المفرحة أنه يوجد أقل من 500 شخص في العناية المركزة وأيضا يوجد أقل من 50 ألف حالة إصابة فعالية في الوقت الحالي ولكن من الأخبار الغير مفرحة أنه لا تزال توجد هناك حالات وفيات وإن كانت تقل عن 100 حالة أو تحديدا هي 70 حالة في الوقت الحالي أو لليوم 70 حالة وفاة ومنذ ثلاثة أيام أيضا أعداد المصابين ترتفع بعد أن كانت وصلت إلى 300 مصاب أعداد الإصابات الجديدة لليوم تسجل 593 حالة إصابة جديدة وأعداد الكشف المسحي الإيجابية معظمها توجد في إقليم لومبردية بتسجيل 382 حالة إصابة جديدة من إجمالي 593 إصابة على مستوى القطر الإيطالي يعني 64.4% من عدد المصابين موجودين في إقليم لومبردية والزيادة في إقليم بيمونت 58 حالة زيادة و74 حالة في إيميليا رومانيا و21 حالة في لاتسيو و16 حالة في ليجوريا و12 حالة في فينتو ولا توجد أي حالات في بازريكاتا وكالابريا وأومبريا والسردينيا وزي ما احنا شايفين حالات الإصابة الإجمالية منذ بداية الجائحة الكازي تطالي دالي نيسيو دالا بانديمية 231 732 حالة وهي تشمل جميع الحالات التي أصيبت منذ بداية الأزمة أو منذ بداية الجائحة أي تشمل حالات الإصابة الفعلية الموجودة حاليا وهي تسجل 47986 حالة وتشمل أيضا حالات الوفاء وهي 33142 ديتشدوتي وتشمل أيضا حالات الشفاء 150604 جواريتي التغير في الحالات فهو كالتالي بالنسبة للزيادة في أعداد الإصابة الكلية هي 593 نوافي كازي بوزيتيفي وهي أعداد الإصابات الجديدة لليوم والزيادة في أعداد الوفاء 70 ديتشدوتي أو 70 حالة وفاء جديدة وهي حالات الوفاء الجديدة لليوم وحالات الشفاء الجديدة لليوم أو الزيادة في حالات الشفاء تسجل 35003 جواريتي أو حالة شفاء حالات الإصابة الإجمالية الفعلية الموجودة حاليا المصابين الفعليين التوالمند بوزيتيفي بتسجل 47986 حالة بنقص عن أمس مقداره 2980 حالة والحقيقة هو الرقم ده أحسن رقم موجود في الأحصائية كلها لأن أعداد المصابين الفعليين كل يوم بتنزل وأعداد المصابين الفعليين بالفعل نزلت عن 50 ألف حالة إصابة ومن حالات الإصابة الفعلية اللي هي 47986 حالة بيوجد 40118 أو موجودين في العزل المنزلي وهذا الرقم ينقص عن أمس بمقدار 2614 حالة وأيضا يوجد منهم 7379 ريكوفيراتي كونسانتومي أو محجزين في المستشفى بأعراض وهذا الرقم يقل عن أمس بمقدار 350 حالة ويوجد 489 إنترابية إنتنسيفة أو في العناية المركزة وهذا الرقم ينقص عن أمس بمقدار 16 حالة يعني جميع المصابين في المستشفيات والعناية المركزة العدد يقل عن 8000 وحالات الكشف المسحي أو إي طنبوني لليوم فقط هي 75893 حالة كشف مسحي أو إي طنبوني وحالات الكشف المسحي على مستوى الأزمة أو منذ بداية الجائحة هي 38684144 حالة كشف مسحي ومن أخبارنا الأخرى من موقع تيديكم فينتيكواترو خبر بعنوان فيريولي فيناتسيا جوليا بتنسحب من تطبيق إيموني وهو التطبيق المخصص للتليفون المحمول والمخصص لتتبع الفيروس وهو التطبيق المناعة أو تطبيق الحصانة إيموني وهو حاكم فيريولي فيناتسيا جوليا ما سميليانو فيدريجا بيقول إن هو هيقدم سبب انسحابه من التطبيق للمحافظات الأخرى أو للأقليم لاجتماع الأقليم الخاص بذلك وهو بيقول إن هو شايف إن التطبيق كل اللي بيعمله هو مجرد إرسال بعض الرسائل للناس اللي تجمعت مع أحد إيجابي للفيروس يعني هو شايف إن هي مش مجدي يعني ما يستهلش إن هو يفعله ومعنا خبر كمان إن سوليناس أو كريستيان سوليناس حاكم سردينيا بيقول إن ما فيش حد هيقدر يدخل سردينيا بدون ما يكون معاه شهادة إن هو خالي من الفيروس وسوليناس يعني هو أو غيره من بعض الأقليم كانوا طلبين إن يكون في حاجة اسمها باسابورتو سانيتاريو أو باسابور صحي والطلب ده تم رفضه من وزير الشؤون الإقليمية بوتشا ولكن سردينيا هي تقريبا إقليم خالي من الفيروس يعني كل كم يوم بيكون في حالة واحدة فقط إيجابية ولا يوجد في أي حالات وفاة فتكاد تكون الحالات في معدومة ولذلك يعني هو عايز يحافظ على نفسه أو الإقليم عايز يكون نظيف من الفيروس فحاكم سردينيا سوليناس بيقول أي حد هيجي لازم يكون معاه شهادة خلوه من الفيروس وإلا مش هيقدر يدخل سردينيا لأنه خلاص يوم 3 يونيو قرب وما ينفعش إن أي حد ييجي من الشمال ويدخل سردينيا بدون إثبات إن هو خالي من الفيروس ومعنا خبر إن أعداد إيتامبوني أو أعداد الكشف المسحي على مدار 24 ساعة كانت 75893 حالة كشف مسحي وطبعا ده عدد كبير جدا وأعداد الكشف المسحي على مدار الأزمة بتصل إلى 3 مليون و 683144 حالة كشف مسحي وكمان في خبر إن أعداد المصابين في تزايد في كل من بيرجامو وبراشا والعدد هو مستقر في ميلانو وأعداد المصابين بتتزايد في بريشا وبيسجلوا 90 حالة إصابة جديدة وفي حين إن هم كانوا أمس 33 حالة إصابة وبالنسبة لبرجامو فبتسجل 69 حالة إصابة جديدة في حين إن هم كانوا أمس 30 حالة إصابة جديدة وبتستقر حالات الإصابة في ميلانو وبتسجل 76 حالة إصابة جديدة في حين إن هم أمس كانوا 68 حالة إصابة والخبر الأخير من بريطانيا العظمى إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هيقرر أو قرر فتح البلاد من يوم الأثنين المقبل مع وضع بعض القوانين وهي أن تكون هناك مسافة بين الأشخاص لا تقل عن 2 متر بين كل شخص وآخر وأيضا سمح لفتح بعض المحال التجارية وأيضا سمح لفتح المدارس بشكل تجريبي وهذا الفتح يقتصر فقط على الصف الأول الابتدائي والصف السادس الابتدائي وأيضا سمح بالتجمعات حتى 6 أشخاص وليكن مثلا أشخاص العائلة أو أفراد العائلة وقرارات جونسون هي مبنية على أساس البحث العلمي ويعني على أساس الأخبروا بالخبراء المختصين بشؤون طوارئ فيروس كورونا في بريطانيا العظمى وكان هذا كل ما لدينا من أخبار لليوم 28 من مايو العام 2020 شكرا لحضراتكم على الحصن المتابعة ونلتقي غدا إن شاء الله وتقرير جديد من تقارننا اليومية المفصلة عن حالة طوارئ وعروس كورونا بدولة إيطاليا شكرا للمشاهدة